وقعت رئيسة بوليفيا المؤقتة جانين أنيس قانونا بشأن إجراء انتخابات عامة في البلاد وكان مجلس الشيوخ في بوليفيا قد قرر تمرير مشروع قانون يقضي بإلغاء فوز الرئيس المستقيل موراليس بانتخابات الرئاسة التي أجريت في تشرين الأول وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة يذكر أن موراليس قدم استقالته من رئاسة البلاد بعد أن أشار الجيش إلى ضرورة استقالته وحلفائه وسترد فعل عنيف على الانتخابات المتنازع عليها التي جرت في الشهر الماضي بسبب الغضب من نتيجة الانتخابات الرئاسية